خرق جديد للهدنة التي أرساها اتفاق سوتيشي الموقع بين روسيا والتركيا في السابع عشر من أيلول الماضي خرق يرتكبه النظام السوري عبر هجوم لقواته يستهدف موقعا لأحد فصائل المعارضة في رفحامات الشمالية ثلاثة وعشرون قتيلا في صفوف المعارضة خلفهم هجوم قوات النظام على موقع لجيش العزة التابع للمعارضة قرب قرية ازلاقيات المشمولة ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاق سوتيشي ورغم أن المعارضة أعلنت استعادة المواقع التي خسرتها بعد اشتباكات قتل وجرح خلالها عدد من عناصر قوات النظام في موقف أكده المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير التي تعد الفصيل المعارضة الرئيس في الشمال السوري محذرا في الوقت نفسه من أن النظام وحلفائه يحاولون التهرب من اتفاق سوتيشي عبر عمليات تصعيد مدروسة هدفها جر فصائل المعارضة إلى ردود قاسية لتكون ذريعة من أجل نسف الاتفاق برمته واستئناف العملية العسكرية التي كانوا يعدون لها من قبل في إدلب غير أن النظام لا يبدو وحيدا في مسعاه لنقض اتفاق سوتيشي فإيران تبدو ربما أكثر حرصا منه على ذلك وقد استبعدت من الاتفاق الروسي التركي يدعم ذلك الرأي اتهام المعارضة للحرس الثوري الإيراني بالمشاركة في الهجوم الأخير نهيك عن أن طهران ربما تلجأ إلى ورقة التصعيد في سوريا ردا على الضغط الأمريكي المتصاعد عليها متمثلة في المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية وبحسب محللين فإن على الجانب التركي مسؤولية كبيرة في تثبيت الاتفاق وإقناع موسكو بعدم التماهي مع مساعي حلفائها في دمشق وطهران الساعين لنسفه وإشعال الحرب من جديد مسؤولية تستلزم من المعارضة السورية ضبط أدائها العسكري في الرد على خروقات النظام ومن أنقرة بذل مزيد من الجهود لتحويل اتفاق سوتي إلى مسار سياسي يدعمه المسار الوليد في قمة إسطنبول الرباعية وصولا إلى حل سياسي ينهي الحرب في الأراضي السورية ترجمة نانسي قنقر